يا مساء الوردي يا مساء الياسمين على احلى متابعين في الدنيا متابعين يوميات دودو ازايكم يا حبايفي عاملين ايه يا ربكم بخير وصحة وسعادة النهاردة تاجن بتاعنا بيدرب نور هنعمل مع بعض تاجن الكوارع المخلية حاجة كده من الاخر هتاكل صوابعك وراه زبدة بصوا الكوارع عاملة ازاي زبدة بجد تستهل بقوك وكلكم تعال نسمي بسم الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي مع بعض الفيديو حط لايك كده لو انت اول مرة تشوفي قناتي اشترك معايا في القناة فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وتعال بسم الله ونشوف هنعمل ايه انا معايا هنا كارع لما تحب تجيب الكارع تجيب الكارع اللي هي القدامية او الرجل اللي هي القدامية طبعا الجزار بيقطحالك بالشكل اللي انت شايفها ده اكبر بقى اصغر حسب ما انت حب غسلتها كويس جدا ونقعتها في محلوق النقعة بتاعنا ولو في شعر ولا حاجة فيها بتاكحتيها كده بالسكينة وبتبقى معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده مجهزة حالة كده على البتجاز خليت المية تغلي وبعد كده بتنزلي بالكارع هنسيبها تغلي غلوة او اتنين وبعد كده بخرجها بقولكو هنا بص البولة مكان الكوارع المية بتاعتها بيضة كأنها لسه رازلة من الحنفية زي الفل تستهل منك مليون لايك هنا غلط غلوتين كده هبتلي هخرجها اهي عشان تشربي بقى شوية شربة تحليفي بيهم هخرج كل الكارع اللي معايا وبعد كده هدلق المية بقى دي خلاص مش عايزاها وكمان اغسل الحلة بتاعتي وهرجع تاني هحط مية وممكن تكوني مجهزة مية في الكاتل جزلت الحلة وجبت مية من الكاتل وبقت بتغلي معايا بالشكل ده مجهزة بقى عندي قرنفلفل سبيسي وبصلايا وحبايا من الطماطم وكمان عضق رنفل وورق لورة وحبهان بيخل الشربة تحفة هنزل هنا بقى بالكوارع بقى عندك بقى شربة عايزا اقولك فضيعة تحفة جدا وهتشوفي لونها ودعمها عايزا اقولك حلو قوي نزلت كده بالكوارع كمان هضيف نص معلقة من السكر عشان تساعد على عملية السوا وهضيف كمان فلفل اسود كوزبارة كمون كمون سبع بوهارات بس للأسف التلفون كان فصل اي بوهارات بتحب تضيفيها هضيفيها هنا كانت تستاوت ماشاء الله بتبتدي على طول تضيفي بقى وتزبطي الملح بتاعك في الاخر خالص وتخليها تاخد غلوتين وبعد كده بقى بتخرجيها هنشوف بقى هنا عندنا بصلتين وسط هبتدي هعملهم شريح كده وعندي شفشق طماطم وقرني فلفل اسبايسي وقرني فلفل بارد لو عايزة تستغني عن الفلفل السبايسي استغني وكان فصل كده من التوم هقطع كده البصل وبعد كده التوم والفلفل الحامي والفلفل الرومي هدفهم مع الطماطم هخلطهم معهم بيدوا طعم عايزة اقول لك حكاية اهو ندف كده الرومي وبعد كده الفلفل الحامي انا بحب الحاجة سبايسي شوية وكنت طلحت كده الكوارع بصوا ماشاء الله زبدة هاجبها هانا على النار واجيب طاصة ومعلقة الزبدة حلوة كبيرة كده وانزل بالبصل زبدة او سامنة اللي بتحب تستخدميه استخدميه خليهم بس يدبالوا كده شوية وبعد كده هوسع نص دايرة كده في النص وهضيف نص معلقة من السكر نص معلقة صغيرة عايزهم يتكرملوا معي كده بيدوا طعم عايزة اقول لكو فضيع في طاجن الكوارع اهو يتكرملوا شوية كده وبعد كده هقلب البصل بتاعي بيدوا طعم حلوة قوي للطاجن وكمان للبصل بيبقى فضيع جد عايزة اقول لكو بقى جربوا الطاجن على طريقتي ان شاء الله ينال اعجابكم هنزل كده بالطماطم وبعد كده هبتدي هبهر بقى عندي كل الكلام ده كامون كسبارا ملح فلفل اسود بابريكا اهو كسبارا وكمون فلفل اسود وبابريكا وملح وشكرا على كده اديلها تقليبة وهسيبها بقى غطيها واسيبها تتسبب كويس جدا ايه بقت معايا بالشكل ده بصوا ما شاء الله عايزة اقول لكو ريحتها جايبة الاخر الشارع فضيعة وهنا كنت خليت بقى عندي الكوارع لو حابة تخليها اخليها ولو مش حابة خليها كده بس انا بحب اخليها اخليها وحطها كده في طاجن بتبقى جميلة جدا وعلى الاكل على طول اهيه وبعد كده هنزل على طول اه بالسلطة بتاعتي كده عايزة اقول لك بقى شم الريحة الريحة لغبطتني فضيعة وعلى الفرن بقى وماشاء الله بعد ما بتخرج بتبقى بالشكل ده في الاخر بتشغلي عليها طبعا الشواية بتاخد لون ممكن عايزة تاخد منك لون اغمأ من كده عادي مش عايزها زي اللون اللي انا مطلعوها كده بتبقى تحفظ ايه رأيكو بقى اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكو في الطاجن ده ويا سلام عايزة اقول لك وانا جوعة تبصوا الكوارع لو مش بتحب الكوارع وعملتيها بالطريقة دي هتعشقيها بجد زبدة على البقى على طول او سندويتش بقى ودن قطة فضيعة ما هو مش الودن القطة للملوخية بس لأ وممكن كمان للكوارع عايزة منك لايك وكومنت حلو وجربي الطاجن النهاردة ان شاء الله ينلقى عجابك السلام عليكم